بهدف الخروج بنتائج عملية على الأرض وبعد جهد بذلته الحكومة مع وزارة النفط يعكد رئيس الوزراء أن حرق الغاز المصاحب سيتوقف في العراق في مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات تأكيد يدعمه السوداني خلال افتتاح جولة الترخيص الخامسة التكملية والجولة السادسة أطلق خلالها العراق 29 مشروعا للنفط والغاز في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضقمة للمساعدة في توفير الكهرباء وجذب استثمارات بمليارات الدولارات والمشروعات موزعة على 12 محافظة معظمها في وسط وجنوب العراق وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق تتعهد الحكومة بتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد والوصول إلى رفع احتياطي النفط إلى ما يزيد على 160 مليار برميل كما تقول وزارة النفط وتأهلت أكثر من 20 شركة لهذه الجولة بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز ب29 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية يؤكد رئيس الحكومة أن البيئة أمينة ومستقرة أمام عمل الشركات النفطية العالمية حيث يسعى العراق لاستثمار إنتاج النفط وتحويله إلى صناعات بتريو كيموية ومصاف التكرير حيث ينوي استهداف 40% من إنتاج النفط خلال عشر سنوات يؤكد خبراء الاقتصاد والطاقة أهمية تلك المشاريع النفطية والغازية للعراق سيما مع تركيز الدولة على عائدات الإنتاج النفطية بالدرجة الأولى مما يسهم في تحقيق التنمية التي تخدم تقليل نسب البطالة والفقر في البلاد اشتركوا في القناة